وعلى هامشي مشاركته في أشغال الاجتماع عقد وزير الشؤون الخارجية والجارية الوطنية بالخارج أحمد عطاف لقاءات ثنائية مع العديد من نظرائه من الدول المشاركة في هذا الإطار وخلال اللقاء المطول الذي جمعه بنظيره الأغندي حاج أبو بكر أدونغو هنأ عطاف جمهورية أغندا الشقيقة على توليها رئاسة حركة عدم الانحياز حيث تطرق الطرفان إلى التطور النوعي الذي تشهده العلاقات الجزائرية الأغندية كما التقى أحمد عطاف مع وزيري خارجية كل من تشاد محمد صالح النظيف وليبيا طهر البعور حيث كان هذان اللقاء فرصة للتشاور والتنسيق حول المواضيع المدرجة على جدول أعمال الاجتماع الوزري ومن جانب آخر عقد أحمد عطاف اجتماعات منفاصلة مع كل من وزير خارجية باكستان جليل عباس الجيلاني ومع وزير الخارجية الأنغولي تيتي أنطونيو وكذا مع وزير خارجية سريلانكا علي صبري وقد تم خلال هذه الاجتماعات استعراض العلاقات التي تجمع الجزائر بهذه الدول الصديقة إلى جانب القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك